اهلا بكم اكد مراسل الجزيرة مباشر ان قادة الطاولة السوداسية للمعارضة التركية توفقوا في اجتماعهم اليوم على مرشح لمواجهة اردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة الا انها قرارت ارجاء الاعلان عن اسمه الى يوم الاثنين المقبلة وتدور تكهنات بان مرشح المعارضة التركية قد يكون اما زعيم حزب الشعب الجمهورية كمالك الاشتار اغلو او رئيس بلدية اسطنبول اكرم امام اغلو او رئيس بلدية انقارا منصور يواش والذي كان قد اعلن عدم رغبته في الترشح قبل ان يتراجع ويقول في مقابلة تلفزيونية انه سيلتزم بقرار قادة الطاولة السوداسية اذا قراروا ترشيحه واثارت موافقة البرلمان التركي على اعلان الحكومة حالة الطوارئ في عشر محافظات جراء الزلزال العديد من التكهنات بشأن مصير الانتخابات الرئاسية واحتمالية تأجيلها وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد اعلن امس ان انتخابات الرئاسة والبرلمان ستجرى في موعدها في الرابع عشر من مايو المقبلة وحذران من ان هناك من يحاول استغلال كارثة الزلزال لاغراض سياسية هناك مغرضون يفرحون لرؤية ما اسفرت عنه الزلازل ضنا منهم ان الحكومة والدولة والشعب سيقعون تحت هذه الانقاض لكن على هؤلاء الذين لم يذهبوا لمنطقة الزلازل ولم يزور المنكوبين ان يعلموا ان الشعب التركي سيرد على هؤلاء المغرضين في الرابع عشر من مايو ايار المقبل والشعب التركي لن يأبه لمن يرددون الشعارات والمقولات الفارغة ينضم لنا عبر الانترنت من انقرة عبدالعزيز مجاهد مراسل الجزيرة مباشر أهلا بك معنا عبدالعزيز ماذا لديك من تفاصيل حول اجتماع الطاولة السوداسية للتوافق حول مرشح لمواجهة الرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة انتهى الاجتماع سالم من خلفي من هنا من مقر حزب السعادة بالعاصمة التركية انقرة خمس ساعات او اكثر استمر هذا الاجتماع بعده خرج البيان الموقع من الاحزاب الستة احزاب الطاولة السوداسية يقولون توفقنا على المرشح لكن الاعلان عن هذا المرشح سيتم يوم الاثنين المقبل هذا البيان المكتوب اثار عاصفة من الجدل لم تهدأ منذ الاعلان عنه وحتى من داخل اعضاء باحزاب المعارضة يقولون اذا كنتم قد بالفعل توصلتم الى المرشح لماذا لم تعلنوا عنه مباشرة يقولون حتى نعود الى قواعدنا الحزبية هذا اثار عاصفة من الجدل خاصة مع ميرال اكشنار زعيمة حزب الجيد ثاني اكبر احزاب الطاولة السوداسية من حيث التمثيل البرلماني التي دخلت هذا الاجتماع ورأينا وجهها وهي عابسة اثناء الدخول الى الاجتماع وكانت اول الخارجي من هذا الاجتماع ولم تكن علامات ايضا الرضا بادي على وجهها على عكس كمالك الاجتماع اغلو الذي خرج من هذا الاجتماع سعيدا بل صارع بعض الصحفين وبعض المتوجدين الى تقديم التهنئة والتبريكات فور خروج كمالك الاجتماع اغلو التزم قادة الاحزاب الستة الذين خرجوا من خلفه من هنا بالصمت ولم يقولوا اي تصريحات للصحافة لكن مساعدهم على مواقع التواصل الاجتماعي خرجوا بسيل من التصريحات او من الاشارات المساعد الاول لكمالك الاجتماع اغلو كتب تغريدة من ثلاث كلمات قال بدأ العمل بدأ العمل بدأ العمل اطلقت انتشارا واسعا لكنه بعدها بساعة قام بحث في هذه التغريدة لكن هذه التغريدة فهمة منها ان حزب الشعب الجمهوري اصر على ان يكون مرشحه لهذه الانتخابات كمالك الاجتماع اغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري على الجانب الاخر حزب الجيد الذي ترأسه ميرال اكشنار اكثر من عضو في هذا الحزب برزهم زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الجيد المعارض كتب تغريدة لا يفهم منها الا ان هذا الحزب يعترض بصورة كبيرة على ترشح كمالك الاجتماع اغلو كتب الامة اكبر من خمسة وهي اشارة الى انه الاحزاب الخمسة غير حزب الجيد المجتمع هنا والتي ربما تكون طرحت اسم كمالك الاجتماع اغلو كمرشح للرئاسة ربما هذا الطرح لا تتوافق معه ميرال اكشنار وحزبها حزب الجيد اذا هذه العواصف من الجدل ومن الاخذ والرد التي اثيرت بعد انتهاء هذا الاجتماع فور اصدار البيان المكتوب تشير الى ان الايام القادمة حتى يوم الاثنان المقبل حيث سيجتمع اعضاء الطاولة السوداسية هنا للإعلان عام مرشحهم لن تكون سهلة ان ترشح كمالك الاجتماع اغلو الذي يصر على الترشح لن يتم قبوله بسهولة حتى من قواعد احزاب المعارضة لكننا سنتابع هذه التصريحات هل سيتذهب الاحزاب الستة فقط حتى نفهم عبد العزيز هل حسم الامر وتم اخترار مرشح بعينه ام تم ارجاء العملية اليوم الاثنين يعني يوم الاثنين سيتم فقط الاعلان عن الاسم الذي تم التوافق عليه اليوم ام مازال هناك فرصة للتوافق او لتغيير هذا المرشح ما يقال يعني البيان الرسمي يقول توافقنا على المرشح سنعلن عنه يوم الاثنين لكن هذه الرواية لا تلقى قبولا حتى من داخل الاحزاب التي اصدرت هذا البيان تقول اذا كان تم التوافق على المرشح لماذا لا يتم الاعلان عنه بصورة مباشرة وهناك تملم الواضح في صفوف حزب الجيد هل سيوافق على المرشح اذا كان تم التواصل بالفعل الى مرشح ام لا الرواية المعارضة تقول احنا توصلنا الى مرشح لكن هذه الرواية يتم التشكيك فيها باستمرار ويقال انها لم تلقى القبول الكامل من الاحزاب الستة خاصة حزب الجيد ثاني اكبر احزاب المعارضة شكرا جزيلا الزميل عبدالعزيز مجاهد مراسل الجزيرة مباشر كنت معنا عبر الانترنت من انقرة شكرا جزيلا لك وينضم لنا عبر الانترنت من اسطنبول الدكتور عمر فاروق كركماز الكاتب والمحلل السياسي اهلا بك معنا الدكتور عمر يبدو ان عصفت الجدل حول اختيار مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لم تنتهي بعد كيف تابعت اجتماع الطاولة السداسية اليوم في ظل ما توفر من معلومات حتى الان يعني في الحقيقة نحن تعودنا على اجتماعات الطاولة السداسية لانها وصلت تقريبا على رواية 11 برواية اخرى 12 اجتماع ولم نرى اي مفاجأة جديدة في اجتماعات الماضية ايضا ما كنا ننتظر اي يعني اي شيء جديد في هذا الاجتماع لا توجد هناك اي مفاجأة لكن قانونيا هم مضطرين ان يحددوا مرشحهم في يوم الاسنين القادم وبالتالي هم الان وصلوا الى الاخير نقطة الاخيرة نعم سوف يعلنون من سيرشحون في يوم الاسنين لكن هل هذا سيرضي قواعد الاحزاب السياسية السداسية انا لست متأكد لان قواعد هزب الجيد او هزب مارال اكشنر يختلف اختلافا شديدا من قواعد هزب الشعب الجمهوري ولديهم تجسس كبير من وجود ولو قائر مباشر من هزب الشعوب الدموقراطية في هذه المجموعة السداسية لكن سباعية بطريقة القائر مباشرة وبالتالي هناك حساسية كبيرة ولذلك وجود احزاب السداسية لا يعني انهم فيها احزاب ستة بدون قواعد يعني القواعد ربما سيغير البعادلة حتى في داخل هذه الطاولة معنى ذلك دكتور عمر هل هناك توقعات بان تحدث انشقاقات داخل الطاولة السداسية ويكون هناك اكثر من مرشح للطاولة السداسية بعد اعتراض القواعد على مرشح بعينه كما تقول يعني قد يكون ولا يكون هذا ليس من مؤكد لا انا ستكون نؤكد انهم سوف يختلفون في الترشيح ويختلفون في الطاولة انا الذي اقصدته حتى اذا اتفقوا على ترشيح معين على مرشح معين واعلنوا المرشح يوم الاثنين القادم مثلا لو كان هذا هو مثلا كريشتار أولو هو المرشح للرئاسة هذا لا يعني ان قواعد مرال اكشنر سيصبت مئة بالمئة لكريشتار أولو لو رشح مرال الأكشنر هذا لا يعني ان قواعد الشعب الجمهوري سيصبت مئة بالمئة لمأمر الأكشنر هذا الذي قصدته وبالتالي هذه طاولة السداسية نعم لكن هناك طرف آخر طرف السابع الذي ينتظر ويتفاوض معهم بطريقة غير مباشرة وبالتالي القواعد هم الذين سيحددون مصير هذه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مرحلة القادمة إذا صحت التكهنات التي ظهرت اليوم بعد هذا الاجتماع من أن كمالك ريشتار أغل بدأ سعيدا بعد هذا الاجتماع ويبدو أنه سيكون القادم على رأس ترشيح الطاولة السداسية إذا كان كمالك ريشتار أغل هو مرشح المعارضة يعني كيف ستبدو المعركة الانتخابية بينه وبين الرئيس أردوغان أنا أعتقد أن الانتخابات ستمر بطريقة سلسة بوجود كمالك الاشترا أمام سيد أردوغان لأن أردوغان لديه تجربة سياسية عميقة جدا أكثر من أقدين وبالتالي سوف نرى هذه المعركة الانتخابية ستكون مختلفة ربما عن سابقها لأن تركيا تمر بمرحلة حساسة سواء أمنية إقليمية أو جانب الداخلي فيما يتعلق بزيزال نعم هناك مشاكل مثل الزيزال وبعض المشاكل الاقتصادية والمعارضة تريد أن تعتمد على هذين المشكلتين حتى تنجح في الانتخابات لكن الشعب التركي لديه نظرة أخرى ربما يختلف عن أحزاب السياسية الشعب ينظر إلى الموضوع الوحدة الوطنية موضوع الأمن وموضوع على أن الشخص الذي لديه خبرة والتجربة لإزالة هذه المشاكل ما زال أعتقد أن أردوغان هو المرشح الوحيد لإزالة هذه المشاكل مثلا موضوع زيزال موضوع كبير يحتاج لخبرة البلديات خبرة الحكم خبرة الاقتصادية خبرة خبرات كثيرة وبين هؤلاء القيادة السياسية في الأحزاب السياسية الذي يملك هذه الخبرة الطويلة في أقدين الماضيين هو سيد أردوغان وبالتالي الشعب سوف يقدر هذا الموضوع لكن مع كل هذا هنا تركيا يمكن أن نجاب أي مفاجأة جديدة لأن لدينا تجربة سابقة أيضا مثلا يوم من الأيام أو سنة من السنوات بولند أجاود قد أتى إلى السلطة بـ 21% من الأصوات وأصبح رئيس الوزراء لكن في انتخابات التالي أخذ 1% فقط لذلك لا نعرف كيف سيقدر الشعب لأي شيء يقدره الشعب التركي نحن سوف نخدع لهم ونحترمهم حالة الاستقطاب السياسي في تركيا والتي زادت حدتها في أعقاب هذا الزلزال المدمر كيف ستلقي بظلالها على الانتخابات المقبلة ولا سيأمه أن المعارضة تتهم الحكومة وتتهم رئيس أردوغان بالمسؤولية وبالفشل في إدارة الأزمة ورئيس أردوغان يرد ويقول هناك من يحاول استغلال هذه الأزمة ويصفهم بالمغردين ويقول أن الشعب سيرد عليهم في الرابع عشر من مايو المقبل لا شك بالنسبة لزلزال كان هناك بعض القصور من طرف الحكومة وأردوغان بنفسه يعني اعتذر من الشعب اليوم الأول لكن سرعان ما استدركت الهكومة في يوم الثاني والثالث وبعده وبالتالي بعض الأصوات المرتفعة ضد الحكومة تقريبا تلاشت أنا كنت في مدن المنكوبة رأيت العمل الإداري في إدارة الكوارث والمجتمع المدني يعني مثل النملة يشتغلون بشكل مكسف وبالتالي مهما قالوا عن هذه المناطق عن بعض السلبيات الشعب يرى العمل الميداني وبالتالي الكلام الذي يقال من عنكرة ومن إستنبول غير مقبول ميدانيا وغير مقبول إداريا هناك لأن كل مدن الباقية غير المنكوبة متواجدة في صاحة المدن في صاحة الزلزال وبالتالي الشعب في تلك المناطق يقدر ما يقوم به الحكومة من الإدارة والتنظيم والترتيب وإعادة المدن من جديد تحولت هذه المدن إلى المناطق الإنشاعات كأن فيه المقاولين يريدون أن يقيم المدينة من جديد وسترون قبل الانتخابات ستبدأ إعادة هذه المدن بشكل أفضل لكن طبعا إكماله وإتمامه سيأخذ وقتا ربما خلال السنة في نهاية السنة ربما سنجد أكثر المشاكل قد تكون قد انتهت وعيدت المدن ورجع السكان هذه المدن إلى المتبقية طبعا إلى هذه المدن وبالتالي المرشح الوحيد الذي يستطيع ينجز هذه المشاكل وتزيل هذه المشاكل واضح أن الجميع هو سيد أردغان في خبرته من البلديات وخبرته من الرئاسة الوزراء وخبرته من الرئاسة لكن هناك على الجانب الآخر من يقول سيد كوركماز أن إجراء الانتخابات في موعدها الحالي بعد الزلزال وفي ظل حالة حتى غضب موجودة في الشارع ربما لا يكون في صالح الحكومة الحالية وفي صالح الرئيس أردغان وربما يصب في صالح المعارضة لكن إذا تأخرت الانتخابات قليلا يمكن أن يحدث العكس كيف ترد على هذا الطرح أرد على هذا كلام بأن هذا كلام أو هناك من كان يقول عن أردغان أنه رجل ديكتاتوري في تركيا لو كان هو رجل ديكتاتوري في تركيا لأجل الانتخابات لديه مبررات معقولة ومقبولة وهي الزلزال وبالتالي أردغان إذا كان يريد الانتخابات في وقته يندل هذا وإنما يدل على أنه يطبق القانون وليس لديه السلطة أن يؤجل القانون إلا الحرب وحالة الزلزال لا يؤطيه فرصة أو صلاحية لتأجيل الانتخابات مع أنه كما تفضلتم إذا أجلوا الانتخابات سنة مثلا وأقيمت هذه المدن بشكل جيد في البيوت أفضل والمدن أفضل والمعيشة أفضل وبالتالي كان هذا سيكتفي قرر وهو يسق بشعبه ويعتمد على شعبه وقرر أن بل لا يعجل الانتخابات الرئاسية كان مفروض أن تكون هذه الانتخابات في خزيران يعني في شهر السادس الآن في مايو في 14 مايو ستجرى هذه الانتخابات وبالتالي المعارضة لم تبقى لم تبقى للمعارضة أي هجة حول الانتخابات كان يتوقعون أن الأردغان سيؤجل الانتخابات سيهرب من الانتخابات عندما وجدوا أنه مصر ومصمم للانتخابات بدأوا يقولون لا يجوز لأردغان أن يدخل في الانتخابات في مرحلة الثالثة على حسب القانون مع أن هناك تفسير آخر وهذا ما يطبق حاليا أن أردغان في الرئاسة في مرحلة الثانية وليس في مرحلة الثالثة في نظام الرئاسي يعني سيكون في مرحلة الثانية هذا الكلام يقال سياسيا لكن الذي سيقرر هم الشعب الذي سيقرر قواعد هم الذين سيعطون درسا لجميع الأحزاب السياسية سواء في الحكومة أو في المعارضة طيب هناك مسألة إجرائية سيد كوركماس حول المحافظات المنكوبة هناك عشر محافظات تم أعلن حالة الطوارئ فيها في أعقاب هذا الزلزال المدمر هل هناك أي تصور كيف ستجري الانتخابات في هذه المحافظات هذا المضوء مطروح إلى الآن يبدو أن مفوضية الانتخابات سوف تصدر أوراقا للتصويت في مدن الذي ذهبوا إليه أما المدن السكان الذي يسكن ما زالوا يسكنون في المدن المنكوبة أو في الأماكن المنكوبة إجراء الانتخابات هناك أسهل لأن سوف يأتون بالصناديق وبظروف صعبة لكنهم سيصوتون حتما شعب التركي لديه حساسية عالية جدا في موضوع الاستيمال حق الدموقراطية والمشاركة أكيد هم سيشاركون لكن هناك عدد كبير آلاف من السكان رحلوا إلى مدن أخرى هذه هي الإشكالية وبالتالي يوفر لهم إمكانية التصفيد وسيصوتون في مدن أخرى لكن السؤال يطرح نفسها هنا هذه الأصوات التي تدلى بها وتدخل في الصناديق إلى أي مدن سيحصل ستبقى هذه الأصوات للمدينة التي صوت فيها أو سترسل هذه الأصوات إلى المدن الذي هو أتى منها هذه الإشكالية ما زالت آلقة لكن أعتقد تجربة التركية في الانتخابات جيدة خلال شهرين المتبقية سوف يجدون حلا لهذه الأزمة بإذن الله تعالى الكاتب والمحلل السياسي دكتور عمر فاروق كوركماس كنت معنا عبر الانترنت من أسطنبول شكرا جزيلا لك المساء المساء مستمرة وبعد قليل هاشتاج البنزين الأعلى تدولة في مصر والرئيس المصري يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات اشتركوا في القناة